بما يشبه الإجماع حصل الأستاذ الصحفي الاستقصائي المعروف عبد الرحمن الأمين على تأييد مئات الشخصيات العامة ونظمات المجتمع المدني والهيئات ولجان المقاومة والصحف الصحفي لرئاسة مفوضية الفساد التي فتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باب الترشيح لها حيث رأت المجموعات التي قامت بترشيحه أن مافيا الفساد التي تشكلت بالأساس في ظل نظام الإنقاذ لا تزال فاعلة وتنهب في موارد البلاد وتنتزع اللقمة من أفواه الفقراء وتحرم التعليم والصحة ورعاية الاجتماعية مما أدى ويؤدي إلى خراب الخدمات الاجتماعية كافة هذه المافيا أحد أهم عوائق الانتقال الديمقراطي وخصما على رفاه وتنمية البلاد وبالتالي فإن تفكيك هذه الشبكة يشكل شرطا لاغنا عنه لأي استقرار أو إصلاح أو تقدم للسودان كما رأت الكتلة المجتمعية التي رشحت الأستاذ عبد الرحمن الأمين لرئاسة مفوضية الفساد أن هذا التفكيك الحيوي واللازم لنظام الإنقاذ يتطلب فضلا عن الإرادة السياسية الحازمة تشكيل مفوضية حقيقية لمكافحة الفساد بحسب المعايير العالمية وبسلطات كاملة وبعضوية شخصية نزيهة ومستقيمة وعادلة ومن الأهمية بمكان لفاعلية المفوضية أن يتولى رئاستها شخص معروف بالاستقامة وصاحب سجل الناصع في كشف ومكافحة الفساد ولذا فإنهم قاموا بترشيح الأستاذ عبد الرحمن الأمين لثقة الجميع فيه لاتصافه بالخصائص اللازمة لرئاسة مفوضية تحارب الفساد حقا وذلك لأن الأستاذ عبد الرحمن الأمين ظل منذ سنوات بعيدة في مقدمة الصفوف في هذا المجال يجري التحقيقات الاستقصائية المميزة ويغوص في أسرار دولة الظلم والاستبداد ويكشفه بالوثائق والأدلة الدامغة فساد بطانة المخلوع عمر البشير التنفيذية والأسرية ظل من السودان البار مسكونا بحب بلاده رغم بعده الجغرافي عنها فلم تحبسه عشرات الآلاف من الكيلومترات عن العيش بين أهله في السودان فشارك في التعريف بقضاياهم وهمومهم وما يتعرضون له من بطش وإذلال ولصوصية في أكثر المنابر تأثيرا مثل الاجتماعي بقمم تنفيذية في وزارة الخارجية الأمريكية والكونغيرس فضلا عن الندوات المفتوحة للسودانيين الأمريكيين وتقديم المحاضرات وغيرها من الفعاليات وفي كل تلك المناشط على اختلافها ظل الأمين منافحا ومكافحا ببسالة وجسارة ضد الفساد والسطوط وبطش الإنقاذ لقد قام بكل تلك المهام من المواقع الديمقراطية المستقلة والنزيهة وليس من مواقع صراعات مراكز قوى الاستبداد والفساد ومعاركها ضد بعضها البعض شكل عبد الرحمن الأمين ظاهرة سودانية نموذجية قوامها شخص فرد في التعريف ومحاربة الفساد وكشف جرائم الإنقاذ الصادمة سجله المهني الراهن في سيرته الذاتية يبين عمله كمحقق استقصائي أول في شركة الشبكة الاستقصائية العالمية ومن قبل ذلك عمله ككبير للمحققين في منظمة سنتري وهي الجناح الاستقصائي لمنظمة كفاية الأمريكية التي أسسها الممثل العالمي جورج كلوني ولعبت أدوار عالمية مشهودة في الضغط على نظام عمر البشير وكشف جرائمه في دارفور وجنوب السودان تدرج ابن مدينة أمدرمان في حياته التي شملت محطات طلابية في أمدرمان الأميرية وبورد سودان الثانوية وانتهت بهجرته لأمريكا في العام 1978 أي قبل 43 عاما للدراسة تدرج في سلمه المهني حتى غدا اليوم خبيرا في التحريات الكليبتقراطية أي تحريات تعقب الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين بهذه الصفة والتخصص النادر شارك الأستاذ عبد الرحمن الأمين الذي لا يزال يحتفظ بجنسيته السودانية رغم توفره على الجنسية الأمريكية المكتسبة منذ عقود شارك ونفذ العديد من الدراسات والبحوث الاستقصائية العميقة لكثير من بيوتات الخبرة والمنظمات فضلا عن نشره وبالمجان العشرات من التحقيقات العميقة المسنودة بالأدلة والمستندات السرية في صحيفة الراكوبة التي كان لها الفضل في رفع جرعات الوعي الجماهيلي بجرائم الإنقاذ إبان سطوطه وبطشه الأستاذ عبد الرحمن الأمين له مسيرة أكاديمية متفردة فقد حصل على بكاليريوس الاقتصاد بدرجة الشرف من جامعة الكويت ودرس التسويق في جامعة هاورت في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وواصل مسيرته الأكاديمية فحصل على ماجستير الاقتصاد وإدارة الأعمال والإدارة العامة في جامعة ساوثستيرن مجدداً وقبل سنوات قلائل عاد الأستاذ عبد الرحمن الأمين لمقاعد الجامعة لنيل الماجستير والدكتورة لكنه اختار هذه المرة تخصصاً فريداً يسند به تخصصه البهني فاختار حقل دراسات التحليل الاستخباراتي والاستراتيجي في جامعة العسكرية الأمريكية بواشنطن في الحقل العام نال الأستاذ الأمين في العام 1999 عضوية الجمعية الأمريكية للعلاقات العامة وفي العام 2018 اختارته مجلة تيو اس نيوز أن وود ريبورت الأمريكية صورة لغلاف مجلتها الشهيرة وتحدثت عن قصة كفاحه كتجسيد لنجاح بعض المهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية الذين كشفت المجلة مسنودة بدراسة لمحة باو للدراسات القياسية عن تفوقهم وحصولهم على الشهادات الجامعية وفوق الجامعية أكثر من الأمريكيين المولودين في أمريكا في مستهل حياته بأمريكا عمل مراسلاً معتمداً بوزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة لجريدة السياسة الكويتية التي سرعان ما أسس أول مكتب لها في العاصمة واشنطن وأصبح مديراً له لقرابة العشر سنوات قبل أن يصبح مديراً للطبعة الدولية لذات الجريدة التي صدرت من كازابلانكا بالمغرب وتوزعت على العواصم بالأقمار الصناعية في العام 1990 أسس في العاصمة الأمريكية جريدة أسبوعية هي أجندة واشنطن التي كانت أول صحيفة عربية صدرت في ذاتي اليوم بطبعة أوروبية في لندن نال عضوية النادي الوطني لصحافة الأمريكية بواشنطن دي سي في العام 1980 شغل منصب رئيس مكتب صحيفة السياسة الكويتية اليومية بواشنطن عمل الأستاذ عبد الرحمن الأمين عضواً بمجلس إدارة مجموعة الفيصلية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية متقلداً منصب المدير التنفيذي للاتصالات الاستراتيجية بالمجموعة التي تدير 18 شركة زميلة أكبرها شركة ألبان الصافي كان ذلك في العام 2000 حتى العام 2002 وفي العام 1997 عمل الأستاذ عبد الرحمن الأمين بشبكة الـ CNN بمدينة أطلانتا بولاية جورجيا ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الرياض السعودية سهم ببث التقارير الأسبوعية مع التقرير العالمي لشبكة الـ CNN مسؤولاً عن تقطيات منطقة الخليج العربي عبر تلفزيون قناة NBC مؤخراً وفي شهر سبتمبر من العام 2021 تم انتخاب الأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيساً لمليسي أمناء المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً والتي ظلت منذ نشأتها في العام 2010 في كامبالا تقاتل في سوح العمل المدني داخل السودان نظام البشير الفاشي الدموي وتبشر بالديمقراطية ودفع عجلة الانتقال الديمقراطي في السودان فضلاً عن خدمة قضايا السلام والعدالة والبحث عن حلول للحروب التي أهلكت بلادنا ومسلسلات الفتنة والصراع الدموي المسلح الذي اتاح السودان إلى جانب تقاريره الاستقصائية ذات الأسانيد والوثائق والتي يمكن الغصول لغالبيتها بكتابة اسم عبد الرحمن الأمين على صندوق البحث في جوجل فقد ألف في العام 1992 كتاباً مرجعياً عنوانه ساعة الصفر مجزرة الديمقراطية الثالثة في السودان 1986-1989 والذي طبعت منه حوالي عشر طبعات في القاهرة يعتبر الأستاذ عبد الرحمن الأمين ثورة في حد ذاتها لمكافحة الفساد ونموذجاً خالصاً لخدمة السودان وأهله ويؤكد الكثيرون من أهل السودان أن ترشيحه لرئاسة مفوضية الفساد هو ترشيح صادف أهله ثورة ديسمبر المجيدة أتت لتجيب على أهم الأسئلة في تاريخ السودان كيف نضع حداً للفساد ونقيم ميزان العدالة حتى نتمكن من بناء السودان ليكون في مصافي الدول بسواعد أبنائه وموارده المتعددة ففي رأي السواد الأعظم أنه ليس هناك أفضل من الأستاذ عبد الرحمن الأمين ليجيب عن هذه الأسئلة الشائكة ويواصل عبر تفكيك مافيا الفساد مسيرة الشهداء الذين قدموا أرواحهم غالية لمحاربة كل أنواع الظلم والتجبر لبناء سودان الكرامة والرفاه